السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة وصفانيت اليوم بإذن الله سنقوم بتحضير بريوش أو خبز الحليب للفطور أو القوتي كي يأتي كلقطن تماما سنحضره بطريقة مختلفة بدون عجن بدون دلك نتمنى أنه ينال إعجابكم كذلك الطعم دياله كي يأتي طعم لذيذ إلا أعجبتكم وصفة اليوم ما تبخلوش عليها بلايك كذلك بتعليقاتكم لك تخليني في استمرار وإلا كانت هذه أول زيارة لكم في القناة فاشتركوا ليصلكم كل جديد نخليكم مع مراحل التحضير بالنسبة للمكونات عندنا ملعقة كبيرة من الخميرة ما يعادل 15 غرام 6 ملاعق من الماء الدافئ في الأول غد نستعمل ملعقتين 30 غرام طحين ما يعادل ملعقتين كبار وملعقة كبيرة من السكر بالنسبة لأربع ملاعق من الماء المتبقية ضروري أن الماء يكون دافئ فغد نضيفها لاحقا نمر للتحضير على بركة الله في إناء غد نوضع الماء الدافئ ممكن توضعوا كل الكمية من الستة ملاعق غد نضيفو الخميرة والسكر غد نخلطو هاد المكونات بالنسبة لهاد الخطوة فهي السير البشكيجينا البريوش جد رطب من بعد غد نضيف الدقيق ملعقتين كبار غد نخلطو العناصر جيدا من بعد هنا غد نضيف الماء المتبقي ممكن توضعوا الكل في الأول كما قلت لكم إذن وكن حرقوا الماء مع العناصر الأخرى بالنسبة للمقادير المكتوبة غد نتلقوها أسفل الفيديو في خانة الوصف من بعد كنغطيه الإناء بالبلاستيك الغدائي وكنخليه جانبا حتى كنلاحظه بأن الحجم كيرتافع وكيدضعف الحجم دياله ونمره للمقادير المتبقية على بركة الله بالنسبة للمقادير الأخرى غد نحتاج ملعقة صغيرة تقريبا من الملح بيضة واحدة السكر تقريبا ما يعادل 200 غرام كما كتشوفوه هذا هو القياس بكأس العنباغ كأس إلا ربع 120 ملي من الزيت أو كأس غير ممتلئ قشرة برتقال محقوكة 200 ملي من الحليب الدافئ ضروري أن الحليب يكون دافئ كيس من خميرة الحلويات بيكين باودر من وزن 8 غرام كيسين من الكاكاو كل كيس يزين 7 غرام أي غنحتاج 14 غرام من الكاكاو وكيسين من السكر بنكهة الفانيلا كل كيس يزين 7 غرامات ونصف وفي الأخير عدنا نصف كيلو من الدقيق دائما حاولوا ما نعتمدوش على الدقيق لأن الدقيق كيختالف في الامتصاص من نوع لآخر نمرو على بركة الله لطريقة التحضير بسم الله فإناء سنوضع الحليب فوق النار كما قلت لكم فضروري أن الحليب يكون دافئ باش كيخمر لنا البريوش على بركة الله إذن كنلاحظوا بأن حجم الخليط الأول أو المقادر الأولى تضاعف كما كتشوفوا بالنسبة لهذا البريوش كيجي جدهش نتمنى أنكم تجربوه من بعد غد نضيف بيضة الملح السكر السكر بنكهة الفانيلا قشرة البرتقال وغد نحرقو هاد العناصر مع بعضها جيدا من بعد غد نضيفو الزيت كنحرقو المكونات حتى كتنساجم العناصر فيما بينها على بركة الله من بعد كنضيفو الحليب الدافئ يعني كنضفيو الحليب حتى كنلاحظوا بأنه كيكون ساخن لأننا من اللي كنضيفوه العناصر المتبقية فكيولي دافئ طبعا بسم الله فئنا كنوضعو الدقيق بالنسبة للدقيق فضروري أنه يكون مغربل أي منخول من بعد كنضيفو كيس من الخميرة الحلوية بيكين باودا وكنخلطو الخميرة مع الدقيق كما كتشوفو وضعت هنا كمية من الدقيق بسم الله الآن كنبدو في إضافة الدقيق إلى العناصر الأخرى وكنستمرو في تحريك دائما كنحرقو بالملعقة ما كنستعملوش اليد نهائيا في الأول غد نحرك بالضربة اليدوي ومن بعد ما كتتماسك العجينة فكنحرقو بملعقة إذن كنستمرو في إضافة الدقيق تدريجيا حتى كتكون عدنا عجينة متماسكة تماما كعجينة الخبز إذن كما كتشوفو هنا من بعد ما كتكون عدنا العجينة بهذا الشكل فضفنا تقريبا كل كمية الدقيق كنخليو تقريبا ما يعادل أربعة ملاعق اللي غدي نستعملوها لاحقا الآن كنقسمو العجينة إلى نصفين من بعد هنا يا فغدي كما كتشوفو خديت ميزان وغدي نقيس العجينة باش كنحصلو على نفس القياس يعني عجينة بنفس الحجم غدي نقيس كذلك العجينة الثانية إذا ما كانش متوفر عندكم الميزان في الطبخ فقط غدي تقسمو العجينة إلى نصفين أنا هنا يا استعملت الميزان باش غدي نحصل على نفس قياس العجين هنا يا كننخدو العجينة ديالنا كل نصف كنوضعو في إناء مستقل الأولى غدي نضيف لها الدقيق المتبقي والتانية غدي نضيف لها الكاكاو من بعد غدي ندخلو الكاكاو في العجينة باش كنحصلو على عجينة سوداء ونفشي العجينة المتبقية فغدي ندخل فيها الدقيق المتبقي إذا من بعد ما كنحصلو على عجينة سوداء وبيضاء كنغطيو العجينة بالكلاستيك الغدائي وكنخليوها بالنسبة للمدة فكتبقى حسب درجة حرارة الجو تقريبا غدي نخليها ساعة حتى كنلاحظو أن حجم العجينة قد ضعف من بعد غدي ناخد قالب الفرن كما شفتو هنا يا فاستعملت قالب من الحجم الكبير كندهنو القالب جيدا بالزيت باش ما تلتسقش لنا العجينة بسم الله إذا كما كتشوفو هنا يا فاستعمل لنا حجم العجينة كنستخرجو منها الهواء ومن بعد كنقسموها إلى قرات متساوية الحجم كما شفتو فغادي نعمل خمس قرات ونفس الشيء بالنسبة للعجينة الأخرى كنستخرجو منها الهواء ونقسموها إلى خمس قرات كذلك وهنايا غدي نستاعن بالميزان باش كنحصل على قرات بنفس الحجم كما كتشوفو هنايا فتقريبا نفس القياس 100 غرام تقريبا باش كنحصلو على قرات متساوية وكيجينا الشكل كذلك شكل جميل كنحاولو أننا نقاددوهم بهذا الشكل على بركة الله غدي نوضع هنايا قرى سوداء وقرى بيضاء غدي نوضعهم بالتوالي كما قلت لكم فالقالب فهو من حجم كبير كما كتشوفو بالنسبة للقرات البيضاء أو العجينة البيضاء فنفس الشيء يعني قمت بقياس العجينة في الميزان باش حصلت على قرات بنفس الحجم وفي الأخير غدي تكون النتيجة مرضية من بعد كنغطيو البريوش بالبلاستيك الغذائي وكنخليو حتى كيختامر وكيضاعف حجم العجين كما كتشوفو معايا هنا يضاعف حجم العجينة بالنسبة للمدة فكتبقى حسب درجة حرارة الجو كما كتشوفو فالعجينة البيضاء والسوداء بنفس القياس من بعد غدي ندهنو وجه البريوش بالحليب بالنسبة للحليب فبدون أي إضافات فقط الحليب من بعد كندخلو البريوش للفرن بالنسبة لدرجة الحرارة فضروري أنها تكون درجة منخفضة جدا باش كيطيب لنا البريوش من الأعلى وكذلك من الداخل فإلا وضعنا درجة مرتفعة فغد يتحمر من الأعلى وفي الداخل غد يبقى مثل العجين نقطة ضرورية جدا إذا متابعينا هذا هو الشكل النهائي للبريوش ديالنا كما كتشوفو فكيضاعف الحجم دياله أكثر بالنسبة لهذا الحجم فهو كبير كما كتشوفو قلب من الحجم الكبير كما كتشوفو معايا فكيجي مثل القطن تماما نتمنى أنكم تجربوا وصفة اليوم كذلك المدق فكيجي مدق رائع ولديد هنا سنقطع لكم قطعة باش تشوفوا الشكل دياله من الداخل إذا ها هو كما كتشوفو فهنايا ما زال البريوش ساخن إذا هذا هو الشكل دياله إلا أعجبتكم وصفة اليوم ما تبخلوش عليها بتعليقاتكم لك تخليني في استمرار وإعطاء المزيد وإلا كانت هذه أول زيارة لكم في القناة فاشتركوا ليصلكم كل جديد إلى فيديو قادم وصفة أخرى بإذن الله والسلام عليكم